المحاضرة الرابعة قشرة كذر ستيرويدات القشرانية واستعمالاته بالمحاضرة الماضية حكينا عن ستيرويدات القشرانية التصنيعية والخواص الفيزيولوجية للقشرانيات السكرية اليوم ل branchist نحكي عن استعمالات العلاجية للستيرويدات القشرانية الشق الأول من استعمالها هو تشخيص ومعالجة اضطرابات وظائف الكذر يعني فيما يتعلق بوظائف الكذر ولحنبلش بقصور قشر الكذر قصور قشر الكذر له شكلين القصور المزمن أو دا أديسون يعني قشر الكذر عاجزة عن إفراز القشرانيان الطبيعية يوميا الكورتيزول والالدستيرون وهدول مهمين لذلك من أعراض قصور قشر الكذر المزمن الضعف، التعب، فقدان الوزن، هبوط الضغط وعدم القدرة على تسبيت مستويات سكر الدم خلال فترة صيام بشكل خاص عند هؤلاء الأشخاص أي تنبيه محدث بوسطة الرد أو حالة التهابية لحيبين فعلا قصور قشر الكذر هون ويعطي أعراض مثل قصور كذر حاذ مع صدمة دورانية وقد تحدث الوفاة بهالحالة هي في قصور الكذر الأولي فأنا بحاجة إلى معاوض خارجي عن الكورتيزول المفقود في جسمه فبعطي هيدرو كورتيزول بكميات 20-30 ميلي جرام يوميا طبعا مع ضرورة زيادة الجرعة خلال فترات الشدة الهيدرو كورتيزول يكفي أحيانا للمعاوضة لأنه بيملك بعض الفعالية الملحية بس غالبا يجب أن يضاف مقادير مناسبة من الهرمونات الحابسة للأملاح مثل فلودرو كورتيزول إذن خط العلاج الرئيسي هو الهيدرو كورتيزول ويمكن أن يضاف إليه فلودرو كورتيزول أما القشرانيات السكرية ذات الفعل الطويل والقوي اللي شفناها الدكساميتازون والخالية من الخاصية الملحية لا ينبغي تقديمة لهؤلاء المرضى في عندي أيضا قصور قشر الكذر الحاد وهو حالي طارئة وقوية من قصور قشر الكذر هون المعالجة يجب أن تبتدأ فورا والمعالجة بتكون بكميات كبيرة من الهيدرو كورتيزول المقدم لاحشويا بالإضافة إلى تصحيح خلال السوائل والكهراليات فيقدم الهيدرو كورتيزول بجرعات تبلغ 100 ميلي جرام وريديا كلت من ساعات حتى يتم تثبيت وضع المريض بعدين تنقص الجرع تدريجيا للوصول إلى جرع سابته خلال 5 ايام في عندي شكل من أشكال اضطرابات وظائف قشر الكذر وهو ما يعرف بفرط تنسج الكذر الخلقي هذا النمط في عندي خلل محدد في تصنيع الكورتيزول وقد يصيب الجنين في فترة الحمل ويمكن حمايته من الاضطرابات الجنسية بتقديم دواء ديكساميتازون طبعا وقت انا بقول خلل محدد في تصنيع الكورتيزول مثل ما لحشوف هلا بعد شوي فهذا يعني خلل في خط انتاجه عن طريق نقص أو فقدان نشاط الأنزيمات المسؤولة عن انتاجه اللي هلا لحشوفها وخاصة الأنزيم 21 هيدروكسيلاز هذا اكثر نمط شائع من انواع الخلل تتضمن ايضا اسماء الأنزيمات المسؤولة عن تصنيع السيرويدات القشرانية 11 بيته هيدروكسيلاز و21 هيدروكسيلاز و17 هيدروكسيلاز هذا المخطط العام لتصنيع السيرويدات القشرانية في قشر الكذر في عندي سبيل تصنيع السيرويدات القشرانية المعدنية في عندي سبيل تصنيع السيرويدات القشرانية السكرية في عندي سبيل تصنيع الاندروجينات والاستروجينات لحوضحه اكتر بالشكل التالي الركازة الاولية التي يتم تصنيع منها السيرويدات الهرمونية سواء القشرانية المعدنية أو السكرية أو الأندروجينات هو الكوليسترول يتحول الكوليسترول إلى بريغني نولون في عندي أنزيم ديهيدروجينات يحول بريغني نولون إلى بروجسترون بروجسترون قدامه السبيلين السبيل الأساسي أنه يتحول لإذاعش ديوكسي كورتيكوستيرون بواسطة أنزيم 21 هيدروكسيلاز إذن بريغني نولون بروجسترون بعدين في عندي الأنزيم اللي إلنا عليه من شوي 21 هيدروكسيلاز يتحول إلى ديوكسي كورتيكوستيرون ثم إلى كورتيكوستيرون بأنزيم إذاعش هيدروكسيلاز الكورتيكوستيرون من السهولة يتحول إلى الدوستيرون اللي هو المنتج النهائي اللي بيهمني بالستيرويدات القشرانية المعدنية بنرجع للبريغني نولون السبيل الثاني للبريغني نولون أنه يتحول لمركب 17 هيدروكسي بريغني نولون بواسطة أنزيم 17 هيدروكسيلاز 17 هيدروكسي بريغني نولون لحيتحول إلى 17 هيدروكسي بروجسترون ثم 11 بيتا ديوكسي كورتيكوستيرون ديوكسي كورتيزول بنفس الأنزيمات مثل ما أنا شايفين ثم 11 بيتا ديوكسي كورتيزول لحيتحول إلى كورتيزول إذا نصار عندي أهم منتج في تصنيع السيرويدات القشرانية السكرية اللي هو الكورتيزول إذا نلاحظوا الأنزيمات هاي 21 هيدروكسيلاز وإذا عش هيدروكسيلاز هي مسؤولة عن تصنيع القشرانيات السكرية والمعدنية فأي خلل بها الأنزيمات هاي اللي على اليسار معناته أنا في عندي مشكلة في تصنيع الكورتيزول والألدوستيرون السبير الثالث 17 هيدروكسي بريغمينولون في الأعلى يتحول بواسطة أنزيم الليانز إلى مركب ديهيدرو إبينسترون الذي يتحول إلى أندروستين دايون ثم يتحول إلى تستستيرون والتستستيرون ممكن يتحول إلى استراديول إذن في هذا السبيل اللي شايفينه على اليمين هو السبيل الجانبي ينتج عنه التستستيرون لكن السبل الرئيسية هي تصنيع الكورتيزول والألدوستيرون هذا هو المخطط العام للطرق الرئيسية في التصنيع الحيوي لهرمونات قشر الكذر طبعا كما يظهر من هذا الشكل فإن فقدان نشاط الأنزيم 21 هيدروكسي لال قد يقود إلى نقص في استناع الكورتيزول ونقص تصنيع الكورتيزول سينشط محور بطاء نخامي فلح يصير عندي زيادة معاوضة في الهرمون النخامي ACTH الـ ACTH شو لح يعمل لح يضخم قشر الكذر ويصبح قشر الكذر منتج لكمية كبيرة غير اعتيادية مثل من الركازات مثل 17 هيدروكسي بروجسترون يلي لح يلاقي حاله لح يروح أكتر باتجاه تصنيع الأندروجينات مثل ما شفنا طريق السبيل الثالث يلي اعتبرناه سبيل ثانوي لكن بسبب نقص أنزيم 21 هيدروكسي لال لح يصير السبيل الثالث هو الرئيسي وبالتالي يصير عندي فرط في تصنيع الأندروجينات ومنذ المرحلة الجنينية وهذا يقود إلى ظهور معالم ذكورة وأعضاء تناسل مبهمة عند الأجنة الإناس لح وضح الحكي هون أكتر النقص وين لح يكون عندي النقص الفراسي في أنزيم 21 هيدروكسي لال هذا اللي شايفينه وبالتالي فقدان هذا الأنزيم ماذا يعني؟ يعني نقص تصنيع الكورتيزول مما يقود إلى زيادة معاوضة في الهرمون النخامي LCTH وإلى تعزيز طريق تصنيع الأندروجينات مثل ما أنا شايفين فوق وبالتالي بصير عندي زيادة في التستستيرون ومنذ المرحلة الجنينية لأنه هذا نقص فراسي في الأنزيم وبالتالي زيادة التستستيرون تقود إلى اضطرابات عند الأجنة وإلى إبهام في ظهور معالم الجنسية السانوية وما شابه من أعراض أيضا استقلاب هذه المركبات الأندروجينات يقود إلى مركبات بريقنا نيتريول التي تطرح في البول بكميات كبيرة في هذا الاضطراب وهذا ما يميز هذا الاضطراب ويمكن استعمال هذا المركب ومعايرته في البول للتشخيص ومراقبة كفاءة العلاج المعاوض بالقشرانية السكرية بس أنا في عندي طرق تشخيص أكثر منسوقية هي الاستجابة بالزيادة لتراكيز المركب 17 هيدروكسي بروجيسترون نتيجة تنبيه بقشر الكذر بالأير سي تي اتش هي طبعا بالتحاليل المخبرية أيضا ممكن يكون الخلال في أنزيم إيداعش هيدروكسيلاز معناته هون شو لح ينتج عندي كميات كبيرة من مركب ديوكسي كورتيكوستيرون ولأن هذا السيرويد له صفات معدنية سيحدث ارتفاع ضغط مع أو بدون قلونة تتبع هبوطه تاسيوم الدم ممكن يكون الخلال بأنزيم 17 هيدروكسيلازن هون لح يصير قصور مناسل وعلى أي حال فإن زيادة تراكيز متزايدة من مركب إيداعش تيوكسي كورتيكوستيرون ستتشكل في هذه الحالة وستلاحظ علامات فرط النشاط المعدنية مثل ارتفاع الضغط وهبوط بوتاسيوم الدم لحرجع أشرحها ممكن يكون الخلال بأنزيم إيداعش هيدروكسيلاز وبالتالي شو لح يصير عند فقدان هذا الأنزيم معدي تحول ديوكسي كورتيكوستيرون إلى كورتيكوستيرون لح يظل عندي مركب إيداعش ديوكسي كورتيكوستيرون لح يرتفع كتير سيحدث ارتفاع ضغط كبير لأنه له صفة معدنية مع أو بدون قلوانة تتبع هبوط بوتاسيوم الدم ممكن يكون الخلال بأنزيم سبطاش هيدروكسيلاز وفقدان هذا الأنزيم معد في عندي أندروجينات ومعد في عندي تيرستيرون معد في عندي استراديول سيحدث قصور بناسل مع زيادة في مركب إيداعش ديوكسي كورتيكوستيرون وستلاحظ علامات فرط النشاط المعدني مثل ارتفاع الضغط وهبوط بوتاسيوم الدم عند مشاهدتهم للمرة الأولى فإن الأطفال الرضع والذين لديهم فرط تنسج الكذر الخلقي ربما يعانون من أزمة كذرية حادة وبحاجة إلى محالي المعاوضة ملحية مناسبة وتقديم وريدي للهيدروكورتيزون وحال استقرار الحالة يتم تقديم الكورتيزون فمويا يفضل جرعتين صباحية ومسائية وطبعا نضبط الجرعة للسماح بنمو طبيعي ونضج العظام ولمنع زيادة الأندروجينات مثل ما شفنا بالمخطط ممكن أعطي بريدنيزون اللي هو أقوى من الهيدروكورتيزون ليش بعطي بريدنيزون للحصول على تصبيت أكبر لإفراز الـ ASTH بس أنا ما بعطي كل يوم بعطي يوم أي يوم لا مثلا أو بعطي يوم جرعة كبيرة ويوم جرعة خفيفة هذا من نسميه نظام اليوم البديل ممكن أيضا أدى مركب فلودروكورتيزون فمويا للمحافظة على الضغط الدموي وفعالية الريني في الابلازمة وعلى توازن الأملاح نجي لمتلازمة كوشينج خلصنا من فرط التنسج الخلقي نجي لمتلازمة كوشينج وهي عادة تضخم نسيجي للغدة الكذرية يكون تاليا لتضخم ورم إفرازه للـ ASTH في النخامة وهذا ما يدعى بداء كوشينج أحيانا بيكون أسباب أخرى بسبب ورم أو تضخم نسيجي للغدة الكذرية أو إفراز منتبه للهرمون ASTH تحدثه بعض الأورام الأخرى أنا بالنهاية لي بهمني أكثر شيء أنه في عندي فرط في الاستيرويدات القشرانية في الجسم يعني كميات خائضة من الاستيرويدات القشرانية في الجسم تؤدي إلى أعراض ومظاهر مثل الوجه المدور والبدانة في منطقة الجزع كما تبدو مظاهر فقدان البروتين التي تشمل نقص الكتلة العضلية ترقق الجلد وسهولة حدوث الكدمات ضع شفاء الجروح وهشاشة العظام كما تتضمن الأضطرابات الأخرى اضطرابات عقلية فرض ضغط الدم والداء السكري خليني شوش أنماط وتلازمة كوشينج الحالة الأولى أنا شو عندي؟ تضخم نسيجي للغدة الكذرية وهذا التضخم طبعا حدث نتيجة تضخم بدئي أولي في النخامة فأفرزت كميات كبيرة من الـ هذا التضخم نسيجي للغدة الكذرية وسبب فرط إنتاج القشرانيات السكرية منها هاي الحالة الأولى اللي مسميها داء كوشينج فعند المريض بيكون فيه RCTH مرتفع والكورتيزول مرتفع والكورتيزول مرتفع ما له تلقيم سلبي راجع على النخامة لأنه النخامة ورمية الحالة الثانية أفراز منتبذ للـ RCTH خلايا سرطانية رئوية بعيدة عن النخامة لكن أصبحت بسبب الورم مفرزة للـ RCTH ثانية سكرية أيضا سريريا الـ RCTH مرتفع والكورتيزول مرتفع إذن هاي الحالة الثانية إفراز منتبذ إفراز منتبذ يعني بعيد عن النخامة لكن لحظوا الحالة الأولى والثانية معتمدة على الـ RCTH نجي للحالة الثالثة الحالة الثالثة ورمية مستقر مستقل في قشر الكذر يعني ورم بدئي ومستقل في الغد الكذرية يفرز الكورتيزول بكميات كبيرة ففي عندي فرط إفراز القشرانيات السكرية النخامة سليمة الفرط في إنتاج القشرانيات السكرية لحيعمل تلقيم سلبي راجع للنخامة ولحيطنخفض الـ RCTH لذلك الـ RCTH منخفض والكورتيزول مرتفع أما الحالة الرابعة وهي متلازمة كوشنغ الدوائية هون عندي تناول قشرانيات خارجية بكميات كبيرة أحياناً ولفترة طويلة ولو كان لهدف علاجي لح تعمل هالقشرانيات الخارجية تلقيم سلبي راجع للنخامة لذلك أيضاً الـ RCTH منخفض لذلك الحالة الثالثة والرابعة معتمدة غير معتمدة على الـ RCTH الآن هاي الأربع أنماط فيداء كوشنغ الأعراض اكتساب الوزن بدانة مركزية وجه قمري رقبة مكتنزة تغييرات في المزاج اكتئاب قابلية للسيثارة النفسية العصبية قصور مناسل ارتفاع سكر الدم أيضاً وجود علامات فقدان البروتين التي تتضمن فقدان الكتلة العضلية ترقق وسهولة ظهور الكدمات الجلدية ضعف التئام الجروح وهشاشة العظام ظهور الداء السكري وارتفاع ضغط الدم المعالجة تتضمن هذه الاضطرابات الإذالة الجراحية للأورام المنتجة للـ RCTH أو المنتجة للكورتزول تشعيع الورم النخامي إذالة طبقة أو أكثر من قشر الكذر وهذا المريض يجب أن يتلقى جرعات كبيرة من الكورتزول أثناء وبعد العمال الجراحي يجب إعطاء جرعات تصل حتى 300 ميلي جرام من الهيدرو كورتزول بالتسريب الوريدي في يوم الجراحة وهذه الجرعة يجب انقاص ببطء إلى المستويات الطبيعية القابلة للتعويض حيث أن الإيقاف المفاجئ يؤدي إلى الأعراض الانسحابية التي تتضم الحمى وآلام المفاصل وإذا اضطرنا أن نستقص الغد النخامية كاملة في المعالجة السابقة مطلوبة الطويلة الأمد يعطي دائماً هيدرو كورتزول شبيهة بتلك المعتمدة في حالة قصور قشر الكذر المزمن في عندي اختبار تشخيصي لتحديد نمط متلازمة كوشينغ حيث من المفيد أحياناً تصبيط إنتاج هرمونات الـ LCTH لتحديد مصدر هرمون محدد أو تبيان ما إذا كان الإفراز يتأثر بإفراز الـ LCTH بالحالة من استعمال ديكساميتازون والاختبار اسمه ديكساميتازون سابريشن تيست في هذا الاختبار يجري إعطاء جرعة مفردة تبلغ 8 ميلي جرام ساعة 11 مساء ليتم بعد قياس مستويات الكورتزول الساعة 8 صباحاً في اليوم التالي طيب إذا كان المريض عنده النمط الأول اللي شفناه وهو داء كوشينغ اللي هو ورم بدئي في النخامة أدى إلى ورم تالي في قشر الكذر الدكساميتازون بالحقيقة لحيصبت إفراز النخامة من الـ LCTH 50% وتالياً لحيصبت إفراز قشر الكذر من الكورتزول 50% لحيصير عندي يعني 50% LCTH انخفاض 50% كورتزول انخفاض طيب عند المريض اللي ما صار عنده تصويت إذا ظل الـ LCTH مرتفع ما نعتفي عنده ورم منتبذ منتج للـ LCTH ورم منتبذ يعني ورم من خلايا رئوية سرطانية وهي ما بتعليش شيء اسمه تلقين سلبي راجع لحيظ الـ LCTH مرتفع والكورتزول مرتفع أما إذا عنده ورم في قشر الكذر نفسه ورم بدئي مستقل في قشر الكذر منتج للكورتزول فهو بالأصل نخامة عنده مصبتة عن إفراز الـ LCTH فلاحيظ الحالة السريرية نفسه هذا اسمه الاختبار التشخيصي بالدكساميتازون ما زلنا في اضطرابات وظائف الكذر في عندي حالة اسمه مقاومة القشرانيات السكرية المعممة الأولية وهو اضطراب نادر جيني عائلي ويعزى إلى عدم نضج جينات مستقبلات القشرانيات السكرية ويظهر فيه فرط نشاط لمحور البطاء النخامة الكذر وذلك في محاولة لتعويض الخلال يعني باختصار ما عندي مستقبلات الكورتزول والكورتزول يفرز ولكن ما يعطي تأثير هذا الشيء ينشط محور البطاء نخامة فبيزداد إفراز الكورتزول وركازاته مثل كورتيكوستيرون وإداعش ديوكسي كورتيكوستيرون اللي إلى فعالية معدنية وأيضا تزداد إفراز الأندروجينات وهذه الزيادة تؤدي إلى ارتفاع الضغط مع أو بدون قلونة بسبب هفوط البوتاسيوم وحالة من فرط الأندروجين تتمثل بظهور معالم الزكورة وبلوغ مبكر عند الأطفال وظهور حب الشباب شعرانية زائدة الصلع الزكوري المظهر والطرابات في الدورة الشهرية عند النساء لح أرجع أشرح الحالة هون عندي إفراز طبيعي بدئي للكورتيزول لكن لا يعطي تأثير لأنه مستقبلاته غير ناضجة غير ناضجة بسبب خلال وراسي في جينات المستقبلات هذا يؤدي إلى تنشيط محور وطاء نقامي ويؤدي إلى زيادة في إفراز الـ FCTH فيؤدي إلى مستويات مرتفعة من الكورتيزول وركازاتهم تلكورتيكوستيرون وإيداعش ديوكسيكورتيكوستيرون يلي إلى فعالية معدنية وأيضا زيادة في إفراز الأندروجينات الكذرية فبتعطيني الأعراض اللي حكيت عنها بالسلايد اللي قبله فهي هي الحالة السريرية لهالطراب الجيني النادر شنون بدي أعالجه أنا أصل المشكلة هي فرط نشاط محور وطاء نقامي فتعتمد المعالجة على تقديم جرعات كبيرة من القشرانيات التصنيعية مثل ديكساميتازون اللي ما له أي فعالية ملحية وتضبط الجرعة بحيث تحقق إنتاج طبيعي من الكورتيزول وركازاته ومن الأندروجينات الكذرية ليش أنا أعطيت ديكساميتازون حتى يعملي تصبيت لمحور وطاء نقامي هاي الحالة السريرية اللي حكينا عنا فأنا بجي بعطي ديكساميتازون جرعات كبيرة لتصبيت المحور المذكور وبالتالي إنتاج طبيعي من الكورتيزول وركازاته ومن الأندروجينات الكذرية في عندي أيضا فرط الألدستيرون وهي حالة أخرى من اضطرابات وظائف الكذر ممكن أن يكون فرط الألدستيرون عادة من زيادة إنتاج الألدستيرون من ورم غدي في الكذر لكن قد ينتج من إفراز غير طبيعي لغداد مصابة بفرط تنسج أو ورام كبيسة اللي بهمنا هو المظاهر السريرية ارتفاع ضغط، ضعف، تكزز أو تشنج العضلات لأنه بصير عندي فقدان بوتاسيوم الألدستيرون هربون يعيد امتصاص صوديوم ويقابله خروج بوتاسيوم فبصير عندي حالة أيضا هبوط بوتاسيوم الدم قلونة وارتفاع تراكيرز الصوديوم بالدم ممكن أن تنتج هذه المتلازمة نتيجة اضطرابات في التصنيع الكذري الحيوي والإفراز الفائد لكل من ديوكسي كورتيكوستيرون كورتيكوستيرون وإدعج هيدروكسي كورتيكوستيرون وجميع هذه المركبات لها فعالية معدنية أيضا يعاني المريض من نشاط منخفض نتيجة التصبيت للرينين والأنجيوتنسين 2 كيف يتحسن المريض والأعراض عند تقديم سبيرانولاكتون اللي هو استيرويد معاكر سلالدوستيرون يحجب مستقبلاته وممكن نقدم رغايات علاجية وتشخيصية آخر استعمال فيما يتعلق بالاضطرابات الكذرية هو تقديم القشرانيات واستخدامها لإنضاج الريتين عند الجنين الكورتيزول يبدأ إفرازه من المرحلة الجنينية عند الإنسان من قشر الكذر ومن أهم أدواره في المرحلة الجنينية هو انضاج الريتين وعادة الأجنة عند الولادة يلي ما عندهم إفراز كافي من الكورتيزول فالريتين غير ناضجتين فممكن يصير عندهم متلازمة الضائقة التنفسية فعلاج الأم بالقشرانيات السكرية ينقص حدوث هذه المتلازمة نتيجة عدم نضج الريتين خاصة هاي تشوفها عند المولودين باكرا فأنا وقت بدرك أن الولادة لحتم قبل الأسبوع 34 من الحمل يعني المولود ما لح تكون ريئتين ناضجتين عنده فأنا بقدم جرعات من البتا ميتازون عبر العضل ويتبعها جرع أخرى خلال 24 ساعة تم اختيار بيتا ميتازون لأن البروتينات الرابطة في دوران الأم والاستقلاب المشيمي لهذا الاستيرويد القشراني أقل من الكورتيزول مما يسمح بزيادة نقل عبر المشيمي إلى الجنين وقد أشارت دراسات سريرية أن التعرض للقشرانيات السكرية قبل الولادة ينقص معدل وفيات ويقلل حدوث الخلال في التطور العصبي هلأ منجي للشق الثاني الرئيسي من استعمال استيرويدات القشرانية للاضطرابات اللي ما لعلاقة بالكذر يعني غير الكذرية وبالحقيقة هاي الأهم والشائعة أكثر إن المكافئات التصنيعية اللي درسناه بالمخاضرة رقم 3 للكورتيزول مفيدة في معالجة مجموعة واسعة من الأمراض غير المرتبطة بأي من اضطرابات وظيفة الكذر اللي هلأ لحنشوفهم أهم خاصية خلاني استعمل قشرانيات في الاضطرابات غير الكذرية تأتي من خلال قدرتها على تصبيت الاستجابة المناعية والالتهابية وعلى تغيير وظائف الكريات البيضاء هذه الاستيرويدات مفيدة في الاضطرابات التي تكون فيها استجابة المضيف هي السبب للمظاهر الرئيسية للداء أو المرض أما في الحالات التي تكون فيها الاستجابة المناعية والالتهابية مهمة في التحكم بالآلية الأمراضية فإن المعالجة بالاستيرويدات القشرانية قد تكون خطيرة ولكن نحن اعتمدناها لمنع التخريب غير المحتمل القادم من الاستجابة الالتهابية برجاء بقول في عندي اضطرابات كثيرة تستعمل فيها القشرانيات نحن اخد اهمة تفاعلات تحسسية مثل الربو لسع النحل التهاب الجلد التماسي تفاعلات الدواء التحسسية مثلا بعض الاشخاص بتحسسوا للبنسلين فتظهر بعالم الحساسية مثل طفح جلدي أو قد تكون خطيرة مثل الصدمة التأقية التهاب الأنف الأمراض المصصية الناتجة عن نقل السيروم وزمة وعائية عصبية التي تحدث نتيجة بعض الأدوية مثلا الشراء أو الطفح الجلدي اضطرابات الكولاجينية الوعائية مثل التهاب الشريانز والخلايا العملاقة بكفيون نعرف التهاب المصص الاروماتويدي أمراض العين التهاب الملتحمة الأرجي التهاب المشيمة التهاب العصب البصري الأمراض الهضمية مثل داء الأمعاء الالتهابي اللي هو مرض مناعي بامتياز نخر كبيدي تحت الحاد في عندي أيضا اضطرابات دموية الجهاز المناعي أحيانا يهاجم كريات الدم الحمراء مثل فقر الدم الانحلالي بالمناع الزاتية في عندي الالتهابات الجهازية مثل متلازمة الضائقة التنفسية الحادة في عندي الغسايان والأقياء مثلا جرعات كبيرة من مركب ديكساميتازون تنقص تأثيرات المحدثة للقيء والناتجة عن المعالجة الكيميائية والمخدرات العامة في عندي الأمراض الصدرية مثل الالتهاب رئوي التنفسي الربو القصبي الوقاية من متلازمة دائقة التنفسية ما قبل الولادة اضطرابات كلوية مثل المتلازمة المرضية الكلوية اللي هي النفرونات تصبح ملتهبة نتيجة مهاجمة الجهاز المناعي في عندي أيضا التهاب الجراب التهاب المفاصل في عندي الاضطرابات العصبية مثل الوزمة الدماغية تعطى للمريض جرعات كبيرة من الدكساميتازون عقب العمليات الدماغ لانقاص الوزمة الدماغية في الفترة ما بعد العملية الجراحية أيضا تصلب اللويحي المتعدد للمرض المعروف اللي بيهاجم في الجهاز المناعي الجهاز العصبي وفي عمليات نقل الأعضاء لمنع ومعالجة الرفض المناعي أمراض الجلد التهاب الجلد التتابي الحزاز البسيط المزمن الفطار الفطري الصدف التهاب الجلد الدهني أيضا أمراض الغدد الدرقية عندما يهاجم جهاز المناعي الغدد الدرقية فبصير التهاب الدرقية تحت الحاد السيرويدات القشرانية في الواقع ليست شافية العملية المرضية يمكن أن تستمر فقط هو يعمل لإخفاء للمظاهر والأعراض ذلك المعالجة طويلة الأمد بهذه الأدوية يجب أن تجري بحذر كبير وفقط عندما تكون خطورة الحالة تستحق استعمال هذه الأدوية وبالشكل العام فإن المحاولات يجب أن تبذل لإبقاء الحالة المرضية تحت السيطرة باستعمال مشتق استيرويد سكري متوسط مثل بريدنيلزون أو بريدنيلزولون مع إبقاء الجرعة أقل ما يمكن وعندما تكون هناك حاجة للمعالجة طويلة الأمد فمن المفيد الحصول على صور شعرية للصدر واختبار السل بخاف أنه يصير بسبب التصبيت المناعي إصابة بداء السل الخطير لأن القشرانيات بسبب تصبيت المناعة تفعل الدرانات السلية أيضا لازم أخذ بعين الاعتبار وجود داء سكري القرحة الهضمية، ترقوق العظام والاضطرابات النفسية أخذ بعين الاعتبار ويجب تفحص عمل الجملة القلبية الوعائية ومن أهم استخدام القشرانيات هو معالجة رفض الأعضاء حيث تنقص تشكيل الأضاد للنسوج المزروعة السمية طبعا فوائد تختلف من استعمال القشرانيات السكرية بشكل كبير واستعماله يجب أن يقيم في كل حالة بدي أدرس المخاطر والفوائد منها ومعظم تأثيرات الضارة أو غير المفيدة تكون نتيجة فعل الهرموني اللي لحي أدي أخيرا إلى المظهر السريري لمتلازمة كوشينغ الدوائية لكن نحن منلاحظ أن معظم بروتوكولات استعمالها لفترة قصيرة أقل من الأسبوعين غالبا سبعة أو عشر تيام ذلك ما منشوف تأثيرات الجانبية الخطيرة وما منشوف متلازمة كوشينغ الدوائية لكن حتى بالفترة الأصيرة وبجرعات متوسطة ممكن نشوف أعراض مثل الأرق التغيرات السلوكية الهوس الخفيف القرحة الهضمية الحادة ممكن نشوفها حتى خلال بضعة أيام لكن إذا كان المرضى بلشوا يتلقوا جرعات يومية من الهيدروكورتزون تبلغ 100 ميلي جرام أو أكثر أو ما يكافأها من القشرانيات التصنيعية ولفترة أطول من الأسبوعين هون بلشت اتعرض لسلسلة من التغيرات الهرمونية التي ستتضح معالمها على الجسم فأنا أمام حالة متلازمة كوشينغ الدوائية طبعا المعدل تطورها الأعراض والفترة التي تطور فيها يعود إلى الجرعات وإلى الخلفية الجينية للشخص ففي الوجه يصبح شكل وجه قمري دائري لاكتنازه بالشحوم وبشكل مشابه فإن الشحوم تميل لإعادة توزع من الأطراف مثل ما إلنا إلى الجزع وخلف الرقبة ويلاحظ نمول الشعر الدقيق الناعم على الوجه ومنطقة الفخزين وتظهر حبوب تشبه حب الشباب على الوجه ويلاحظ أيضا حدوث الأرق وزيادة الشهية ومع ذلك ومع هذه الاضطرابات أحيانا ما بقدر وقف المعالجة بعدين بتبلش عندي نتائج تقويد البروتينات وتحويل الحموض الأمينية إلى عملية تصنيع السكر ستزداد الحاجة إلى الأنثولين وينتج مع الزمن زيادة في الوزن وترسب الشحوم في الأحشاء وضعف العضلات وفقدان الكتلة العضلية أيضا ترقق الجلد مع ظهور كدمات وارتفاع سكر الدم وأخيرا ترقق العظام والداء السكري وعملية التئام الجروح تصبح ضعيفة في هذه الحالة فأنا الدم مريض داء السكري صار عندي فبعالجه بالحمية والأنثولين أيضا بحاجة المرضى بسبب تقويد البروتينات إلى حمية عالية البروتين وغنية البوتاسيوم من التأثيرات الجانبية الخطيرة أيضا للقشرانية السكرية هناك القرحة الهضمية وعواقبة إن المعالم السريرية للطرابات معينة وخاصة الإصابات الجرسومية والفطرية يمكن أن تقنع أو تختفي ظاهريا بالقشرانيات ذلك من الأهمية فاحص المريض بعناي لتجنب أي إصابة مخفية والضعف العضلي الشديد وارد أكثر في المريض المتلقي لستيرويد قشراني طويل الفعل أو قوي هون فين يخفف من الأعراض أحيانا بغير الدواء المشتق القشراني بنقص الجرعة وبزيد تناول البوتاسيوم والبروتين أيضا في تأثيرات جانبية إلى علاقة باحتباس الأملاح القشرانيات مثل هيدروكورتيزون يلي إلى بعض الصفات الحابثة للأملاح ستسبب احتباس صوديوم والسوائل وفقدان البوتاسيوم واحتباس صوديوم والسوائل حتى عند المرضى اللي عندهم الوظائف القلبية الوعائية والكلوية الطبيعية لحيؤدي إلى حالة هبوط بوتاسيوم الدم وارتفاع ضغط الدم أما إذا كانوا المرضى مصابين بأمراض قلبية ويعائية فمثل ما بنعرف أي درجة ولو صغيرة من احتباس صوديوم ستقود إلى الفشل القلبي فممكن نخفف من هالتأثيرات باستعمال قشرانيات تصنيعية خالية من الفعل الحابس للماء والسوديوم بالإضافة إلى حمي عن السوديوم وتعويض مدروس البوتاسيوم من المشاكل أيضا شائعة تصبيت الكذري طبعا أنا أعدم سيروئذات قشرانية خارجية ولأكثر من أسبوعين فلح يصير تصبيت لمحور وطاء نخامة وبالتالي تصبيت لقشر الكذر لذلك عند إنقاص جرعة هذه القشرانيات يجب أن يتم الأمر ببطء وبالتدريج لحتى أعطي فرصة لمحور وطاء نخامة يرجع يشتغل أحيانا يتطلب الأمر فترة شهرين إلى 12 شهر حتى يعود محور الوطاء النخامة إلى عمله الطبيعي المقبول ومستويات الكورتيزور الطبيعية قد يتطلب عودتها إلى العمل إلى مستويات الطبيعية فترة 6 إلى 9 شهر بالحقيقة هذا التصبيت المحدث بالقشرانيات الخارجية لا يععد مشكلة نخامية لأن حتى أتبعالج بالـ ACTH في عندي زمن طويل لازم لعودة الكذر إلى الوظائف الطبيعية أيضا إذا تم إنقاص الجرعة بشكل سريع في المرضى الخاضعين للمعالجة بالقشرانيات لغاية أو حالة معينة فإن أعراض الحالة قد تعود للظهور أو تتفاقم شدة على أي حال فإن المرضى الذين لديهم اضطراب ظاهر وكانوا يتلقون القشرانيات لأجله فإنه من الممكن أن تظهر عليهم أعراض مع الهبوط السريع لمستوى القشرانيات وتتضمن هذه الأعراض طبعا وقت بوائف القشرانيات فقدان الشهية، الغسيان والأقياء، فقدان الوزن، الصداع، الحمى، ألم المفاصل أو العضلات وهبوط الضغط الانتصابي ورغم أن العديد من هذه الأعراض تعكس نقص القشرانيات السكرية الواضحة نتيجة تقديم خارجيا ونتيجة تصبيت قشر الكذر ثم إيقافها لكن من الممكن أن تحدث حتى هذه الأعراض حتى بوجود مستوى كورتيزول طبيعية أو مرتفعة ذلك يقترح الموضوع ظهور هذه الأعراض أنه كان المريض معتمد على القشرانيات السكرية وطبعا المفهوم الاعتماد في علم الأدوية هو ظهور أعراض انسحابية نتيجة وقف الدواء بعد استعماله الطويل احتياطات خاصة يجب على المرضى الذين يتلقون القشرانيات السكرية فخوصي مراقبة ظهور ارتفاع سكر الدم البيلة السكرية احتباس سوديوم والوزمة ارتفاع الضغط كله بدرائبه هبوط بوتاسيوم الدم القرحة الهضمية هشاشة العظام والالتهابات أجل رسومية المخفية فبدرائب المريض هالمعالم هاي بدرائبه ودائما يجعل الجرعة منخفضة قدر الإمكان مضادات الاستطباب يجب عدم استعماله او استعماله بحذر شديد عند الاشخاص اللي عندهم قرحة هضمية امراض قلبية ويعائية ارتفاع ضغط الدموي انتانات معينة مثل داء السل الزهان النفسي الداء السكري هشاشة العظام والغلوكومة اختيار المشتق المناسب والجرعة طبعا القشرانيات التصنيعية السكرية تختلف عن بعضها بالدرجة النسبية للتأثيرات المضادة للالتهاب إلى التأثيرات الملحية وفترة التأثير والاشكال الجرعية المتوافرة وهذه العوامل يجب أن تؤخذ بالحسبان عند اختيار الدواء واستعماله ويجب على الطبيب أن يراعي شدة وخطورة أعراض المرض عند اختياره للمشتق ومقدار الزمن اللازم لإحداث تأثير العلاج المطلوب وفترة العلاج وأقل مقدار ممكن من الجرعة يجب تقديمه الأشكال الجرعية الخاصة طبعا متوافرة بأشكال صيدلانية متعددة في عندي مستحضرات موضعية المراهم والكريمات لأمراض الجرد في عندي مستحضرات عينية لأمراض العين في عندي مستحضرات حقنية داخل المفصل لأمراض المفاصل ما في داعي أعطيهم جهازيا في هذه الأمراض في عندي بحالات الربو متوافرة أيضا بحجرات السنشاقية جميع هذه الأشكال تعني تقديم وإيصال كميات كبيرة من القشرانيات إلى الأنسجة المصابة مباشرة دون تعريض ضائج جسم لتأثيراته ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا